اهتمام كبير واللي بيحصل فعلا انه بعد ما البوكسنج في العالم ما بقاش لي يعني اثارة كبيرة او 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 الماتش ده بداية احنا عايزين نقول للناس المتعافشين جانو هو احد المصارعين المشهورين فيوري هو بطل العالم في الوزن الثقيل وزي ما حضراتكم حتشوفوا معنا الاستعدادات كبيرة في عدد مزهل من الناس اللي مسؤولة عن الملاكمة في العالم حيبوا موجودين في عدد كبير من الملاكمين ساحة الملاكمة ومجتمع الملاكمة في العالم كله مهتم بهذا الامر لانهما شايفين ان هناك اعادة لاحياء رونق وعظمة الملاكمة الناس اللي كلها وقفة عند محمد علي وطايسون والاخره تعود هذه الايام مرة اخرى وزي ما بقول لكم ان العاصمة البريطانية النهاردة كلها في حالة انتظار لهذا الحدس حيب عامل ازاي بالمناسبة احنا عندنا هنا في لندن النهاردة والايام اللي قبل كده هيت ويف حر غير طبيعي ولكن السخونة اللي موجودة جوه هذا المؤتمر اكبر كتير من الهيت ويف اللي برا اللي وصلت فيها درجة الحرارة 32 طبعا كل الناس اللي في منطقة شاقها وستيقول لك 32 ايه لا ال32 بتاعة الانجليز اصعب كتير من ال32 بتاعتنا ما تفهمش ليه الشمس عندهم بتفضل متابعك لغاية النهاية بنتكلم على مباراة قوية جدا اتنين اقوية واحد اصلا مصارع والتاني في الاصل ملاكم هي مباراة ملاكمة معمولة من عشر جولات هم كل واحد فيهم هو سلطان اللعبة بتاعته هو امبراطور اللعبة بتاعته زي ما انتوا شايفين كالعادة الاهتمام بالتفاصيل الاهتمام بالاشياء الجميلة والعظيمة احنا دلوقتي مثلا الوقت الساعة 4 وحاجة هذا المؤتمر سيبدأ بعد ساعة ساعتين التوافد من الناس المؤثرين في صناعة الملاكمة الناس بتوع الرياضة حدث عالمي في الرياض افتتاح موسم الرياض وزي ما حضراتكم حتشوفوا معانا بعد شوية انه طريقة مؤتمرات الصحفية بتاعت الملاكمة دايما بتبقى غريبة شوية بتبقى مثيرة شوية بتبقى عنيفة شوية فكل ده حنشوفوا نجانو جاي كمان شوية فيوري تايسون جاي كمان شوية كلهم حيوصلوا هنا وبيوصلوا النهاردة الصبح هنشفتهم هم بيوصل الروتيل معاهم اتباع ومدربين وعايز اقول لحضراتكم معلومة بسيطة ان جزء كبير ترجمة نانسي قنقر